شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةً التعامل مع الأشياء جميع الأشياء يتنوع إلى نوعين النوع الأول أن يكون التعامل تعاملاً عفوياً وارتجالياً النوع الثاني أن يكون التعامل تعاملاً مخططاً وعلمياً أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كلمة عظيمة جداً وكل كلماته عظيمة الإمام يخاطب كميلاً هذا الذي روى دعاء كميل عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول يا كميل ما من حركة العلماء يقولون أن نكر في سياق النفي أو النهي تفيد العموم كلمة حركة نكر ووقعت في سياق النفي فهذه تدل على أن كل حركة ولو كانت هذه الحركة في منتهى التواضع ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة يعني كل خطوة تقوم بها يجب أن تبتني على قاعد علمي أصغر حركة الله سبحانه وتعالى عالم علمه غير متناهي وبنى هذا الكون على أدق المعادلات العلمية حقيقة الكون جداً دقيق وجداً غامض وجداً معقد الآن العلماء ملايين العلماء من قبل ألوف الأعوام بذلوا أعمارهم في كشف دقائق هذا الكون إلى الآن لم يكتشفوا جميع دقائق هذا الكون ولعله إلى بعد مئة مليار عام إن كان للبشرية عمر إلى ذاك الوقت العلماء لا يتمكنون أن يكتشفوا جميع المعادلات العلمية اللي الله تعالى بنى الكون عليها ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة لأن هذه الحركة تحكمها مجموعة من المعادلات العلمية المعقدة فلابد أن نعرفها ما هو أبسط حركة نقوم بها؟ شنو نفكر النوم واحد عندما يريد أن ينام النوم له مجموعة من المعادلات العلمية الدقيقة الأكل 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 تحكمه مجموعة من المعادلات العلمية الدقيقة الأكل ما يعني واحد يجلس على المائدة ويتناول كل ما يشتهي إحنا عندما نقعد على المائدة كل يوم نرتكب كثير من عشرات الأخطاء العلمية الخطأ الأول الخطأ الثاني الخطأ الثالث ينتهي بعد ثلاثين عام إلى جلطة قلبية الإنسان كيف يبتلى بالجلطة القلبية؟ لأنه يقوم مثلا بهذه الأخطاء فكل حركة نحتاج فيها إلى معرفة وأن نتعامل معها تعاملا علميا دقيقا إذا كانت أبسط قضية تحتاج إلى معرفة فما بالكم بقضية التربية؟ التربية إحدى القضايا المهمة جدا الأب إذا كان جاهلا أو الأم إذا كانت جاهلا تتخبط في قضية التربية حقيقة في كثير من الأحيان الأب الأم يتحير كيف يتعامل في البيت كيف يتعامل مع هذا الطفل؟ هذه فيها كلها قواعد علمية وقواعد شرعية وكل قاعدة شرعية فإنما هي كشف علمي دقيق في صيغة قانون شرعية الشارع عندما يقول الدين عندما يقول هذا واجب هذا حرام هذا مستحاب هذا مكروح هذا اكتشاف علمي ولكن هذا الاكتشاف مطروح بهذه الصيغة فإذا الموضوع الأول أننا يجب أن نعرف أن قضية التربية قضية علمية ويجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه القضية تعاملا علميا وإلا ينتهي الأمر إلى التضييع وتضييع فردا واحد؟ لا لعله تضييع مئات أو ألوف الأفراد على امتداد التاريخ هذا ابنكم لا يمثل فردا هذا الابن سوف يمتد بإذن الله على مر التاريخ أولاده وأحفاده لعله يكونون بالملايين ربما الخطأ في التعامل معه يؤدي إلى تضييع جميع هؤلاء المبحث الثاني ماذا نعمل لكي تكون قضية التربية قضية ناجحة؟ أشير باختصار إلى بعض النقاط القضية الأولى قضية القدوة نحن يجب أن نكون قدوة في تقرير علمي نشر قبل أيام يذكر هذا التقرير أن الطفل يتعلم النشاط من والديه الأب الأم إذا يقومون قبل أذان الصبح بساعة واحدة الطفل يتعلم يكون طفل نشيط أكو بعض الأفراد نشيطين إذا الأب والأم ينامون إلى الساعة العاشرة الطفل يتعلم منهم هذا نشر في تقرير كل عمل يقوم به الأب يقوم به الأم هذا الطفل دا يراقب يشوف وهذا المنظر هذه الحركة هذه الكلمة تختزن في ذاكرته الأب الأم الذي يصلي صلاة الليل هذا الطفل يقوم يشوف صلاة الليل تبقى في ذهنه تدخل في منظومته الفكرية الثقافية الروحية النفسية يمكن يوم يومين ثلاثة أيام عشرة أيام ما يصلي صلاة الليل ولكن بالنتيجة في يومين الأيام يقوم ويصلي صلاة الليل ويترحم على والدته بعد أربعين عام خمسين عام نحن في عالم آخر ربما نكون هذا في قنو صلاة الليل يقول رب اغفر لي ولوالدي الذكر هاي صلاة الليل مدينة لوالدته يوم الجمعة تدرون في الثقافة الدينية يوم الجمعة جدا مهم نحن نعتبر أن يوم الجمعة يوم عطلة يوم الجمعة يوم عبادة ليلة الجمعة راجعوا المفاتيح يوم الجمعة قبيل غروب الجمعة جدا مهمة لحظة الغروب الصديق الكبرى فاطمة صلوات الله عليها كانت تقول لفضة او امرأة اخرى على كل حال لواحد كان معها اسعدي فوق السطح ولاحظي لحظة الغروب القرص يكون نصفه تحت الأفق ونصفه في الأفق فوق الأفق هذه اللحظة أخبريني لأن هذه اللحظة جدا مهمة الجمعة الجمعة ليلا يعني الليلة جدا مهمة في الثقافة الدينية بعض الآباء يولون ليوم الجمعة أهمية عملية يذكرون الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه في عصر يوم الجمعة المرحوم الجد رحمة الله عليه وعلى الماضين منكم جميعا ينقل أنه كان عصر يوم الجمعة ساعة أو كذا قبيل الغروب يخصصها للعبادة والتضرع والمناجات هذا يأثر عندما الطفل يشوف أبو أم يهتمون بيوم الجمعة هذا يدخل في منظومته الفكرية والثقافية والنفسية الأدعية قراءة القرآن دعاء كوميل دعاء الصباح السجود حتى إطالة السجود الطفل لا يشوف أمه تطيل السجود أو أبوه هذا يدخل في ثقافته في فكره فالقضية الأولى التي هي قضية مهمة جدا قضية القدوة القضية الثانية الموعظة في سورة اللقمان نقرأ الله تعالى يقول وَإِذْ قَالَ اللَّقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ الموعظة جدا مهمة لاحظوا لاحظوا هذه الموعظة تقريبا صفحة من القرآن الكريم لقمان كما يظهر من بعض الكتب ما كان نبيا وإنما كان عبدا صالحا لله سبحانه وتعالى مواعظه مواعظ أخلاقية مواعظ أقائدية مواعظ اجتماعية حتى كيفية التكلم كيف تتكلم كيف تمشي على ما أتذكر كأنه هالشكل في البحار مذكور يقول لابني عندما تسافر أدق الأشياء يعلمها عندما تسافر كيف تسافر واحد عندما يطالع وسيته يشوف قضايا عجيبة أكو مثلا يقول خذ معك إبرة وخيطا طبعا الآن لعله مو محتاج إلى في الأسفار القديمة خياطين خماكو عادة الثوب ينشاق عندما يركب الداب ينزل من الداب في الأسفار القديمة الطويلة السفر إلى الحاج أحيانا كان يطول أربعة أعوام الوالد رحمه الله كان ينقل عن جدته يقول خرجنا من كربلا أول رجب وعدنا إليها أول رجب عام كامل في طريق الحاج يقول أخذ إبرة وخيط شوفوا حتى هاي الأشياء الدقيقة يبينها له يقول خذ معك دوائك في السفر ما هي الأعراض اللي يمكن أن تهاجمك في السفر زكام استبراد حمى من الآن فكر خذ معه معك الدواء حتى هاي الدقائق الصغيرة من الأمر الكبير يا بني لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم يا بني إنها إن تكوا مثقالة بني كلمة دلع مو ابني أحيانا في بعض الخطابات واحد يدلع يدلل ابنه يا بني كلمة تدليل يا بني إنها إن تكوا مثقالة حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتبه الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة إلى آخر الآيات من هذا الأمر الكبير اللي هو أهم أمر لا تشرك بالله إلى أخذ الخيط والإبرة في السفر موعظة هذه هي القضية الثانية الموعظة جدا مهمة وجدا مؤثرة من الذي جعله أبو ذار هذه الموعظة أبو ذار أنا أقترح على الأخوة الكرام يأخذون وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذار من روائع الوصايا والمواعظ حقيقة ويسجلونها على شريط كاسيت وينشرونها من أعمق الوصايا تأثيرا يقول دخلت المسجد النبوي في يوم من الأيام فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وحده جالسا في المسجد فقط واحد ويا من ويا ومعه علي أمير المؤمنين صلى الله عليه فاغتنمت خلوة المسجد وقلت له يا رسول الله بأبي وأمي أنت عظني موعظة النبي صلى الله عليه وآله قال له نعم ثم قال له يا أبا ذر اتق الله كأنك تراح فإن كنت لا تراح فإنه يراك أكثر من مية وخمسين مرة النبي يقول له يا أبا ذر يا أبا ذر من روائع المواعظ اخذوها اقروها اسمعوها الموعظة هي التي صنعت من أبي ذر الرجل الكافر المشرك أبو ذر منه كان مشرك كافر من قبيلة مشركة كافرة قبيلته كانت تقطع الطريق وإذا بهذا الرجل يتحول إلى ما أضلت خضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر أظن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أكو في البحار يا أبا ذر إنك منا ما أعلم لا تبخلون على أولادكم أكو بعض الآباء يقاطعون أولادهم ما يتكلمون وياهم ما يحجون وياهم بعض الأمهات ما يحجون ويا أولادهم ويا بناتهم أنتوا تربيتوا في أجواء دينية عدكم ذهنية دينية عدكم تجارب في الحياة انقلوها نقل الوالد رحمه الله كان ينقل قضية مطولة موجزها في كلمة رجلان أحدهما يهودي جاره يشوف كل يوم هذا اليهودي عندما يجي إلى البيت بعد عناء يوم طويل أكو بعض الآباء أصم ما يشوفون أولادهم يطلعون من البيت والأطفال نايمين ويعودون للبيت والأطفال نايمين هذا شلون أب؟ هذا شلون أوم؟ بعد يوم منهك من العمال يعود إلى بيته فهذا الجار يشوف يقعد ويا أولاده وأطفاله يحكيوا إياه يوم، يومين، ثلاثة بعد فترة سأل انت شنو تقول لهم؟ شنو تحكيوا إياهم؟ أنا أروح أتعشى وأنام مثلاً قال انتو ما تفتهموا أنا بعد كم يوم أموت؟ هؤلاء هم الذين يرثون كياني دا أنقل إلهم التجارب أكو حديث لطيف حقيقةً أحاديثنا تقول الطفل ثلاث مراحل عنده السبع الأولى، السبع الثانية، السبع الثالثة السبع الثالثة يعني من خمسطعش إلى واحد وعشرين إجعله وزيراً لك وزير يعني شنو؟ وزير الدولة يعني شنو؟ وزراء الملوك يعني منو؟ أخذوا إياك إلى المتجر، إلى المحال، إلى الحاج، إلى العمر، تشاوروا إياه وزير، هكذا نتعامل إحنا القدوة أولى الموعظة ثانية الأجواء ثالثة أجواء هذا وين يتلقى ثقافته؟ هل يتلقى ثقافته في مدرسة كافرة أو مؤمنة؟ أو منحرفة؟ هذا وجداً مهم في الغرب، أنتم الآن تعيشون في الغرب المنقول لنا أن كثير من الآباء في الغرب يخصصون جزء من الميزانية لثقافة أولاده ثقافة، مكتبة خلوا في البيت، فيها مجلات، كتب، أشرطة، يعيش في هذا الجو عندما تجون إلى الحاج، جيبوهم وإياكم للحاج هذا جزء ميزانيتكم يكون إلى العمرة، إلى سوريا، إلى النجف، وكربلاء، وكاظمية، وسامرة هذا ثالثاً ورابعاً وأخيراً المسؤولية هاي قضية جداً مهمة المسؤولية تنمي الفارت هذا يظن أنه طفل يلعب، يعبث، الحياة عبث عندما تجعلونه مسؤولاً عن عمل معين هاي المسؤولية تنميه يكبر، فكراً، روحاً، عملاً، تجربةً أدخلوا في جمعية خيرية أدخلوا في لجنة كافل اليتيم أدخلوا في لجنة بناء المساجد والحسينيات ينمو، وإذا به يتحول إلى رجل عمر 18 عام، يمكن نعتبره طفل ولكن ينمو، العمل ينمي هذه أربعة أشياء مهمة القدوة أولاً الموعظة ثانية الأجواء ثالثاً المسؤولية رابعاً نختم الكلام بقضيتين متقابلتين القضية الأولى أمرأة في إحدى البلاد لعله ذاك الوقت ما كانت بلدة، كانت قرية في ليلة من الليالي ترى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يعطيها قرآن مذهب بعد فترة يولد لها مولود نحن عندما نريد أن نحمل القرآن ماذا نفعل؟ عادة نتوضع ما كانت تحمل هذا الطفل أو ما كانت ترضع هذا الطفل إلا وهي على وضوء قضية جداً معقدة الأمهات يعرفنا ذلك في يوم الأيام جاءوا وقالوا لها هذا ولدك تحول إلى المرجع الأعلى للشيعة في العالم فقالت أنا كنت أتوقع أكثر من ذلك فوق المرجع الأعلى عندما ماتت هذه الأم هذا الطفل اللي تحول إلى المرجع الأعلى وفي ذاك الوقت كان المرجع الأعلى في حياته كان يذهب إلى قبرها ويجلس عند قبرها ويجهش بالبكاء يعني يبكي بصوت عال عند قبر والدته قالوا له شيخنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه المعروف اللي الآن هو محور الحوزات العلمية مئتين عام تقريبا وين ما ترحون في النجف في قوم في مشهد قال الشيخ الأنصاري كانوا يقولون له شيخنا مو مناسب أنت المرجع الأعلى تجهش بالبكاء تبكي بصوت عال مقامك مو مناسب لهذا قال إن كان لي مقام كما تقولون فإنما هو من بركات هذه الأم هذه القضية الأولى وننقل قضية مقابلة كان رجل متدين مقدس عالم ولد له طفل الأم ما كان عندها حليب اعطوا هذا الطفل مرضع أرضع سنتي الطفل كبر وإذا به طفل شرور أكو بعض الأفراد أطفال يصدر منهم الشر كل يفكرون بالشار والأذى فقالوا له شيخنا هذا ابنك كيف تحول إلى طفل شرور شقي ليش قال أنا أتوقع أكثر من هذا أنا أظن في فوق ذلك وأكثر من هذا قالوا له لماذا قال لأننا عندما أعطيناه لتلك المرأة بعد عامياً افتهمنا أنها مرأة ناصبية مبغضة لأهل البيت مثل هؤلاء اللي الآن تيفجرون شيعة أهل البيت في العراق ويهدمون المراقد المقدسة في العراق مغض أهل البيت أنا أرى فيه أكثر من هذا بعد أعوام هذا الأب جاءوا به في طهران يمكن قبل ستين عام أكثر أقال وأركبوه على بغلة هذا الأب وأرادوا إعدامه خلوه على بغلة ثم وضعوا في عنقه حبل المشنقة وسحبوا البغلة من تحته فتعلق في الهواء وضغط الحبل على عنقه ومات هذا الشيخ المتدين ابنه كان من المشاهدين الحاضرين كان يصفق لقتل أبيه ويبارك للحاضرين يقول مبارك وهو الشيخ فضل الله النوري سامعين باسمه قتل في طهران قبل ستين عام له أكثر هذا ابنه كان حليب تلك الناصبية شفت في بعض الكتب قبل مدة أنه كان واحد موجود يراقب هذا المنظر فجدا تعلم ابن يصفق في إعدام أبيه المتدين المؤمن فجدا تعلم وبيت نية في قلبه وتربص بهذا الابن العاق في ليلة من ليالي طهران وطعنه وقتله الابن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في رسالة الحقوق جدا مهمة وهي مفخرة لنا إحنا الشيخ عندنا مفاخر إحنا مفاخر عالمية الإمام يقول وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ عَلَيْكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِهِ وَشَرِهِ إِذَا خِيْرِ تَنْظُرْ إِلَيْهِ وَتَفْرَحْ وَتَفْتَخِرْ بِهِ وَإِذَا شَرْ وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ وَاَحَدْ يَنَكِّسْ رَأْسَهُ خَجَلًا نحن ينبغي علينا أن نولي لهذه القضية اهتماماً فائقاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعاً على ذلك الدعاء جداً مؤثر إن شاء الله ترحون عند كريمة أهل البيت التي أنت ضيوفها عند الإمام الرؤوف الإمام الرضى صلوات الله عليه عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عند الصديقة الكبرى يعني في أجواء المدينة عند أئمة البقيع في بيت الله أدعو لهم الدعاء جداً مؤثر الدعاء لهم ولأولادهم ولأحفادهم إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإن شاء الله تعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين موفورين بخير الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر